حلوة احنا دلوقتي طبعا تسمى انا عمل لها بي ار بي البي ار بي دي عبارة عن تقنية جديدة اسمها البلازما فكرتها ان احنا بنسحب عينا من الدم نسحبت العيان نسحب عينا من الدم حوالي 10 سنتي بندخلها في جهاز مخصوص بحيس ان هو يفصل الجزء بتاع البلازما اللي فيه البروتينز والخلايا الجزعية اللي بتفيد البشرة لان هي دلوقتي عندها اجهاد فيه البشرة نتج عنه طبعا ان فيه شحوب ان كمان فيه عندها بعض التجعيد البسيطة نتيجة طبعا ايه عدم تجدد الكولوجين والإلاستين الموجود فيه البشرة لما بنفصل الجزء اللي هو فيه صفايح الدموية والبروتينز والخلايا الجزعية ده ده تاريبا بياخد له حوالي 10 دقيق وبعد كده بنفصله فيه حقا رفياع جدا بسيطة جدا وبنحط لها طبعا بنحطها من خلال نحقنها من خلال سن رفياع قوي تاريبا لا يذكر شايف السن؟ ايه شوفوا فيها ازاي؟ مش بين اوك فده بيسهل طبعا حقناها وفي نفس الوقت بيبقى مفيش تقريبا لألم احنا دلوقتي طبعا هنعمل زي ايه مسح خفيف كده لي الجلد بحيس ان احنا بنجهز الفيس هنبدأ دلوقتي طبعا نحقن زي ما قولنا احنا بنحقن بسن رفياع قوي بحيس ان احنا ايه بتلاقيش خالص بفيش اي حاجة كلها شكات رفياعة بسيطة بحسب حاجة الميزة طبعا في البي ار بي ان هي مادة طبعا سريعة وبتشتغل بسرعة جدا فبالتالي بتبقى ناشطة لان الصفايح الدموية فيها ميزة كبيرة جدا ان هي بتنتج اللي هي عوامل النموة اللي هي بتساعد على تجدد البشرة فتشتغل عطول بمجرد حقنها فهي بتبقى مادة اكتف ممكن اه حتى بنلاقي الافاكت اه سريعا ان احنا الاول ما بنحقنها بنحس ان فيه احمرار وفيه اه كأنها توريدة في الجلد فبتعمل لنا طبعا ايه اه 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 نتيجة سريعة احنا دلوقتي حقلنا منطقة الجبهة بحيس ان انا عملنا اه توزيع البي ار بي على منطقة الجبهة هنبدأ ننزل هنا بقى حوالين العين شكات بسيطة هنا منطقة اللي هي تحت العين دي منطقة بتبقى مهم مفيدة جدا ان احنا نستخدم فيها ده ما احنا شايفين طبعا بن ايه بنوزع في كل الوجه منطقة طبعا والخدوط دي طبعا منطقة اه بتستفيد جدا من حقن البلازمة وبيبان فيها الافكت بتاع الاحمرار او التوريدة اللي هي اه بنكون عايزينها للنضارة بعد الحقن مباشرة ممكن طبعا هنا بعد ما بنحقن بنضغط شوية لو في اي اه نقطة دم بسيطة خرجت دي حاجة اه سهلة يعني بتروح على طول بتقف احنا دلوقتي خلصنا اه حقن البلازمة اه زا ما احنا شايفين اه بعد الحقن طبعا الفيس اه بدأ بقى فيه احمرار اه من نتيجة ان الصفايح الدموية اه بدأت تشتغل ودي بينتج عنها طبعا اه اه زيادة في الفلو اه وبيبقى فيه الفلو بتاع الدم وطبعا الاوعيات الدموية بتبدأ بعد اه يحصل فيها سيركوليشن كويس والفاكت بتاعت المواد اللي هي الجروث فاكت ستبدأ تشتغل اه طبعا النظارة دي طبعا هتستمر معانا لفترة اه الجلسة ممكن يلقى فيه بعض الشكات البسيطة اللي ممكن تتدارى بالميكوب في خلال يومين ثلاثة هتكون تلاغت تماما اه والجلسة بسيطة وسهلة والفاكت بتاعها لو تكررناها اكتر من مرة اه يفضل ان هي كل اسبوعين او كل شهر لو ما قدرناش اه لو استمرنا عليها اه بشكل منتظم من ستشهور طبعا هناخد نتيجة مختلفة تمام هم دلاصره مرسي يا دكتور